بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبع في برلين مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة التعاون الدولي الألماني ماريو ساندرا عدد من الموضوعات ذات الصلاب شان الصحي في اليمن حيث جرى مناقشة البشاريع الصحية المدعومة حاليا من ألمانيا وكيفية تطويرها وإضافة مشاريع جديدة بحسب ولويات وزارة الصحة اليمنية وطرح الوزير بحيبة على الجانب الألماني رغبة الوزارة في عقد مؤتمر صحي بحضور جميع المانحين والشركاء لوضع خطة تعافي وتهيل القطاع الصحي باليمن وقد رحب الجانب الألماني بالفكرة